هل تناولت اليوم البطاطة الحلوة؟ إنها تملأ الأسواق لكن هل منا يعرف القيمة الغذائية والعلاجية لهذه الخضار؟ وهل هي ممنوعة عن مرضى السكر؟ البطاطة الحلوة غنية بالمصادر الغذائية وعلى رأسها فيتامين ألف ولها دور في تعزيز الصحة العامة وكل 114 جرام منها يحتوي على 100 سعر حراري فقط فاحتواء البطاطة الحلوة على الكمية الكبيرة من البيتاكاروتين التي تتحول في الجسم إلى فيتامين ألف أعطاها مرتبة متفوقة في استخدامها لمن يعاني من نقص في هذا البيتامين وهذا البيتامين الذي يتواجد في البطاطة الحلوة بشكل كبير له دور في زيادة معدل النمو عند الأطفال والمراهقين سلامة النظر صحة الجلد والأغشية المخاطية تقوية جهاز المناعة كما أن للبطاطة الحلوة دور في تقوية العصاب والراحة النفسية لاحتوائها على فيتامين بي سيكس والتروبتوفان وتعتبر مضادة لنزلات البرد وتساعد في التئام الجروح وتحافظ على بشرة صافية كل هذا لاحتوائها على فيتامين جيم ولها دور أيضا في تقوية العظام ودعم عمل الغدة الدرقية لاحتوائها على فيتامين دهل وتدخل ضمن تغذية الأطفال الذين يعانون سوء التغذية وهي غذاء جيد لمرض السكر من النوع الثاني لأنها متوسطة مؤشر السكر وكل ما سبق من الفوائد تعطيها البطاطة الحلوة إذا استخدمت بالشكل الصحيح إذن كيف نستخدم البطاطة الحلوة بالشكل الصحيح؟ بداية شراء البطاطة ذات اللون البرتقالي والابتعاد عن البطاطة المصابة ببقعة بنية ويتم حفظها في مكان مظلم وبه تهوية جيدة وبارد وعدم حفظها في أكياس نيلون وهكذا يمكن احتفاظ بالقيمة الغذائية والعلاجية لمدة عشرة أيام وأفضل طريقة لطهي البطاطة الحلوة هو البخار أو السلق والابتعاد عن الشواء أو التحمير بالذات لمرض السكر لأن شواءها سيرفع مؤشر السكر وسلقها يقلله ويمكن رش القليل من القرفة أو جوزة الطيب أو القرنفل لأعطاء طعم مميز ولا ننسى إضافة القليل من الزبدة أو الزيت على البطاطة لزيادة امتصاص بيتامين ألف مع تحيات بن النفيس للنباتات الطبية والمكملات الغذائية